عشر سنوات مرت منذ سيطرة تنظيم داعش على محفظة نينوة عقد من الزمن عانى خلاله ولا يزال مئات الآلاف من العراقيين مأساة النزوح ومعاناة العيش في المخيمة وبرغم مرور هذه السنين فأن آثار الدمار الكبير في المناطق الأصلية لهؤلاء النازحين لا تزال شاخصة لتشهد على فشل وإهمال حكوميين كبيرين في ظل سيطرة الأحزاب الفاسدة وميليشيتها على المشهد السياسي في العراق ولا يتوقف الأمر عند تأخر إعادة إعمار المناطق المدمرة بل يتجاوز ذلك إلى القرار الحكومي بإعادة النازحين قسريا إلى هذه المناطق وإغلاق مخيمات النزوح التي تؤهيهم في مخيمات كردستان العراق بحلول شهر تموز المقبل وبحسب تقرير للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فإن القرار سيكون له آثار كبير على نحو 160 ألف نازح يعيشون في 22 مخيما إذ سيواجه العائدون لمناطقهم مصعب في المعيشة وغياب فرص العمل وانعدام الخدمات ما سيفاقم من معاناتهم الإنسانية وأوضاعهم الهشة أساسا وعلى سبيل المثال للحصر فأن 80% من البنية التحتية و70% من المنازل في قضاء سنجار الذي ينحدر منه الكثير من النازحين لا تزال مدمرة وفقا لتقارير منظمة الهجرة الدولية وهو ما يجعل فرص استقرار المهجرين العائدين إليها مستحيلة وترجح تقارير المنظمة الدولية أن تحدث موجات نزوح عكسية جديدة للعائدين إلى بيوتهم ومناطقهم المدمرة بسبب صعوبة العيش والتأقلم فيها وسط هذا القدر الكبير من الدمار وانعدام الحد الأدنى من معايير ومتطلبات الحياة الكريمة الأمر الذي يفاقم مأساة تلك العائلات ويجعل معاناة النزوح تحت خيام مهترئة أخف وطأة من البقاء في مناطقهم الأصلية المدمرة في ظل غياب أي خطة حكومية واقعية لإهادة الإعمار وتوفير سبول العيش بالمدن المدينة